من جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل الحدث محمود شكر محمود ما هي التطورات من ناحيتك في الجنوب اللبناني بعد إطلاق حزب الله رشقة صاروخية وصلت من 30 إلى 50 رشقة صاروخية بالأمس أهمية هذه الرشقات التي جاءت ليلا إلى أنها جاءت من دون سياق الفعل ورد الفعل بمعنى تبسيط إلى أنه لم تكن هناك المواجهة على أهمية قصوة من قبل الإسرائيلي باتجاه حزب الله إن كان باتجاه الكوادر البشرية العسكرية أو الأبنية أو حتى أنه لم نرصد خلال اليومين الماضيين أي من العمليات العسكرية في العمق اللبناني هذه في المسألة الأولى في المسألة الثانية إلى أنها جاءت هذه الصواريخ أيضا رأى في منطقة الجولان المحتل وهذه مسألة كان الإسرائيلي وحزب الله منذ فترة قد أرسيا معا عمليات الرد ورد الفعل وخاصة في الجولان اللبناني باتجاه الهرمل وبعلباك عندما نتحدث عن قيام الإسرائيلي بغاراته على مدينة بعلباك أو الهرمل أو العمق اللبناني مباشرة نتحدث عن إطلاق لصواريخ باتجاه الجولان المحتل ولكن الذي اجرى الليلة أمس إلى أن هذه الدفعات جاءت فجائية من دون السياق العام للعمليات العسكرية العنيفة التي كنا نشاهدها على الأرض ولكن أيضا بالموضوعية يمكن القول إلى أنه قد شاهدنا منذ فترات ماضية حوالي 100 من الصواريخ باتجاه الجولان بالعودة إلى التطورات المدنية هي السلسلة من الغارات الإسرائيلية من رب إسرائيلي على هذه الرشقات الصاروخية نعم هي السلسلة من الغارات الإسرائيلية حصلت منذ حوالي 20 دقيقة أقلها منذ حوالي 10 دقائق وتحديدا باتجاه بلدة بيت ليف هنا في القطاع الغربي وكانت ثلاثة غارات على منطقة العديسي وحولة والطيبة هذه الغارات حصلت منذ حوالي 25 دقيقة أما الغارة الأهم التي توقف عليها الأعلام اللبناني وتوقف عليها المراقبون هي التي كانت مع ساعات الصباح الأولى وتحديدا إلى جبل الريحان عندما نتحدث عن الريحان نتحدث عن العمق العسكري والاستراتيجي لحزب الله هي ليست مواقع بل هي قواعد عسكرية أنشئت منذ القرن الماضي بل هي لعقود عديدة في تلك المنطقة وتعتبر الخزان الأساسي لعمليات الإسنان للجبهة بغض النظر عن البيان الذي تحدث الإسرائيل به عن أن هذه الغارة جاءت في تلك المنطقة ولكن المعروف عند كل اللبنانيين أنها البعد العسكري الأهم للحزب في المواقع في جنوب لبنان شكرا جزيلا على هذه المعلومات والتفاصيل مرسل الحدث محمود شكر كنت معنا من جنوب لبنان ترجمة نانسي قنع